سمحت الورشة التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة في يومي التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر الجري لعرض واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعديز السنائية اللغوية في الإدارة العامة سمحت للمشاركين بمناقشة مختلف النقاط الواردة في الاستراتيجية بشكل موسع لاعتمادها ووضعها كدفتر مهام يسهم في ترقية السنائية اللغوية في القطاعات العامة وعليه خرج المشاركون بعدة توصيات أهمها إنشاء السلطة الوطنية العليا لتطبيق السنائية اللغوية إنشاء صندوق مالي وطني لدعم تعزيز السنائية اللغوية في تشاد اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السنائية اللغوية في الإدارة بشكل كامل كما قدم المشاركون برقية شكر وعرفان لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو على اهتمامه الخاص بأمر السنائية اللغوية نؤكد لكم دعمنا ومساندتنا لكم فيما تقومون به من أجل تشاد بصفة عامة وتعزيز تطبيق السنائية اللغوية بصفة خاصة الوزير الأمين العام الحكومة هليك شواء محمد في كلمته لاختتام عمال الورشة أشاد بعمل المشاركين وأكد أن ما خرجت به الورشة سيدعم جهود الحكومة في مجال تطبيق السنائية اللغوية في الإدارة العامة في الحقيقة نحن نكتب صفحة جديدة في التاريخ ونعمل على تطوير مسألة السنائية اللغوية لتجاوز التحديات التي تواجهها قمتم بتشخيص عميق للمشاكل التي تعيق تطبيق السنائية اللغوية بشكل فعال في الإدارة وقد أتاح لنا ذلك إثراء هذه الوثيقة ذات النطاق الوطن التي ستعرض بعد اعتمادها في مجلس الوزراء كما أكد الوزير هليك أن كل التوصيات التي خرج بها المشاركون من هذه الورشة ستأخذ بعين الاعتبار من أجل تعزيز السنائية اللغوية في السنوات القادمة والنهوض بها في مختلف المجالات